تعليقات برحب بيك جدا والله احمد محمد بشكرك جدا شوف انا بقولك تحياتنا للناس اللي معاك في الورشة انت بتقولي انا قافل الورشة طيب قافل الورشة هو بيقول ايه بقى انا عندي مشاكل كتير جدا و يعني النهاردة ان شاء الله تكون النهاردة وتخلص النهاردة بشكرك جدا والله يا رب يكون البرنامج وتكون الازاعة كلها بتقوم بدور مع مستمعنا بتسعدنا جدا جدا يعني طيب بيقول ايه بقى انا طبعا احنا عارفين يعني استاذ احمد ده مستمع متواصل معنا دائما ماكملش دراسته معاش طفولته راح فتح ورشة بابا اللي توفاه الله قدر يكون مسؤول عن اسرة قدر يهتم باخواته البنات يعلمهم لغاية ما وصلهم للجامعة وبيجهزهم بيقول لما حبيت اعمل حاجة لنفسي الكل بقى ضدي ايه ده انا ضحيت عشانهم كل التضحية دي وهما ضدي وهما الحجة بتاعتهم انه هما مش ضدي لأ دول عارفين مصلحتي انا عايز ارتبط بحد هما مش عايزين ان انا ارتبط بيها بحجة انها مش هتنفعني بيقول هي انسانة في منطقة الادب والاخلاق وحاولت ادخل ناس كتير تحيل الموضوع ما تمكنوش وخالي معاند لان له مصلحة في ذلك وقايم بدور الاب بعد وفاة الوالد وانا حاليا هو بتحديه وبتحديهم وبقفل الورشة من باب الضغط على اسرتي علشان يقباله طلبي اللي هو اقل حقوقي بعد كل تضحية السنين دي هل انا صح ولا غلط طبعا ده موقف له ملابسات كتير وله اطراف كتير وبالتالي ما اقدرش اقول لحضرتك انت صح ولا غلط لكن اقدر اديك مفاتيح تقيم بيها الموقف والنقطة الاساسية ما تدخلش في تحدي ولا تدخل في عند ولا تدخل في ضغط ولا تزعل على تضحيات لان ساعات نعيش بمشكلة الضحية فليه الحقوق كلها ولما اقول كلمة تتسمع لان انا اللي ضحيت لا بالعكس في حاجات كتير جدا لا تمر الا بالحب والتفاهم وساعات اللي حوالينا بينبهونا لنقط واحنا نتفاهم ونتشاور ونتفاوض فاكر الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا عن التفاوض عشان نوصل لحلول ترضي الاطراف ليه ما نستفدش بان احنا نوصل لحل اعرف ايه وجهة نظر اللي حوالي اعرض له مبرراتي ابدأ اتكلم عبس من غير ضغوط الضغوط بتوصل لأسوأ الحلول لان لما هضغط عليه وما هضغطوا علي وممكن تصل الامور للمقاطعة طب هل انا عاوز اوصل الامور للمقاطعة انا عاوز هدفي وارتبط باللي انا عاوزها وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول خالي لو مصلحة في اني مرتبطش بيها يبقى هنا حضرتك بتقول مع أسرتك الام والاخوات لازم ما تبقاش مستعدي كل الاطراف يعني لازم ما يبقاش كله اعدائك دي النقطة الاساسية ربنا يا ربي يعملك الخير وتقدر تتخذ قرار وتقدر تحكم على موقفك ده صح ولا غلط لكن قفل اكل العيش اكيد مش صح استاذ عبد الحي علي صباح الفل بيقول انا كان اخر يوم في السعادة لي هو شهر يا ناهر اللي فات اه عبد الحي ده ده قلم الفقد الخطير اللي انت تعرضت له وفات امي وتوفت معاها السعادة شوف انت طبعا بتمر لسه بقلم الفقد الطازج والفقد هنا فقد دنياوي في رحلة قصيرة لكن لك عملك لك حياتك اللي بتحسب لها وتحسب لك هتتعافى من قلم الفقد وهتحس بمشاعر جميلة جدا وتخيل ان ليه صديقة قالت لي كلمة عجيبة جدا قالت لي انا تواصلت مع امي بعد وفاتها وارتبطت بيها وبقى بيننا مشاعر بتلها بينكو ازاي هي توفى الله قالت لي نضجت مشاعري تجاهها وبدأت ابعت لها محبة يومية كده دعاء وعمل واعمل لها حاجات واحس بتواصل واشوفها في احلامي واحس باتصال غريب جدا بيننا وحبتها كما لم احبها ابدا يعني ساعات القرب ما بيبقاش قرب الجسد بس ساعات تلاقي روحك اقتربت وعواضتك بقى حسيسة عجيبة جدا وسنة الحياة يعني الموت محدش بيعيش مع حد العمر كله ربنا يصبرك ويعينك استاذ وليد جودة صباح الحب الانسان اللي يحتاج للنسيان يحتاج للخبرة مع المواقف السيئة والاشخاص المريضة الحقدة نفسيا استاذ عيماد حكيم يوم سعيدة على حضرتك انا عن نفسي اتمنى انسى كل الماضي وابدأ من جديد استاذ علي ابو زياد عاوز افتكر ايام المدرسة بس وقال لنا جدا استاذ وليد جودة حاضر هنزيع كل اللي انت عايز والله نفسي في حلقات عن التنمر والعنصرية والتوحد والبرانوية حاضر دي موضوعات شائكة والله طيب فاصل وهاخد مكلمات وبعدين هنكمل كلامنا